اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الظهر من الوطنية الاولى وهذه عنوانها الشاهد يشرف على تدشين مشروعين بكلفة تناهز 30 مليون دينار بمركب اغدير القلة لانتاج المياه الصالحة للشرب بتونس الكبرى المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الاحياء السكانية وادماجها عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة مرحبا بكم اشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بمركب اغدير القلة لانتاج المياه الصالحة للشرب على تدشين مشروعين بكلفة جملية تناهز 30 مليون دينار ويتمثل المشروع الاول في تدعيم طاقة انتاج المياه بتونس الكبرى بطاقة انتاج 100 ألف متر مكعب في اليوم فيما يتمثل المشروع الثاني في محطة معالجة مياه الرجيع بطاقة انتاج مليون متر مكعب في اليوم هذا وقد اكد رئيس الحكومة الانتلاق بداية من السنة القادمة في انجاز مشاريع اخرى في عدة ولايات لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب الى حدود سنة 30 و 2000 اليوم يعطينا اشارة انتلاق اكثر من 100 ألف متر مكعب معناها في محطة المعالجة هنا في غديل القلة بش يمكن من ان نرفع الكاباستيل 1 مليون متر مكعب يوما هذا يتقى مهمة معناها أصبح تتمكن من مكافحة معناها اللي بزوان تال مياه الشرب في تونس العاصمة تونس الكبرى ثم هناك ايضا حاجة جديد هو محطة معالجة لتريتمون ديبو هنا في تونس حاجة جديدة تثمين معناها كل شيء حد شيء ميذيع شوفنا تكنولوجيات حديثة مشروع اكثر من 30 مليون دينار هذائي بش يمكننا من ضمان المياه الشرب الى حدود 2021 ثم مشاريع اخرى من 2021 ل2030 انشاء الله بش نتلقوا فيها السنة القادمة حتى معناها نطمئن على المسألة هذه في افق 2030 فالشأن البرلماني صادق اعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على مشروع قانونين يتعلق الاول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ الحادي وثلاثين من جنف 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الاحياء السكانية وادماجها فيما يتعلق المشروع الثاني بالموافقة على عقد التمويل المبرمي في 29 من جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الاحياء السكانية وادماجها وسيشمل برنامج المشروع وفق وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي سيشمل تهذيب وتهيئة نحو 155 حي موزع على كامل تراب الجمهورية هذا ويواصل أعضاء مجلس وبالشعب النظر في مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الجزء الأول من هذا البرنامج كما قلت هم 155 حي فما 12 حي في طور الإنجاز وفما 128 حي انتهت الأشغال فيهم نهائيا والبقية لكلها توفى في سنة 2020 بيش ننطلق فيه الجزء الثاني من هذا البرنامج كما لاحظوا السادة النواب ويعرفوه في جهاتهم الكل هذا البرنامج يهم تهيئة الأحياء ولكن أيضا يدخل فيه العديد من التجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية والاقتصادية وغيرها وتحسين السكن والمنشآت الرياضية والثقافية وما إلى ذلك جودة القانون مسألة تبحث بشأنها عدد من المختصين في الشأن القانوني بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ببادرة من جامعة قرطاج وبالتعاون مع جامعة نيويورك العمومية في نقاش لمحتوى القوانين الدستورية في تونس ومدى تطابقها مع المعايير الدولية أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن نجاعة القوانين تكمن في جودة سياغتها وبساطتها لتتجاوب مع حاجيات المواطن في جميع الميادين وتجسم الإصلاحات التي أقرها دستور البلاد إذا كان القوانين تبدأ مضبوطة ومعمولة على قاعدة وتكون عندها الجودة اللازمة هي لابش تستمر الاستمرار من تاعها يبقى مش منضطر نعم لقانون اليوم وبعد شهرين بدلوه وبعد ثلاثة شهرين بدلوه يجب القوانين هذه تضمن شيء من الاستقرار وشيء من الاستمرار مع تجاوب أكثر ما يمكن مع حاجية الناس ومع حاجية المجتمع فيما يرى عدد من المختصين في شأن القانوني أن تلسانة القوانين التي تم سنها تحت قبة البرلمان يفتقد بعضها للجودة والدقة ما يجعلها قابلة للتأويل هو العمل التشريعي معتها فينا سق مهم وعديد من القوانين قادة تصدر لكن كلها مش كلها بنفس الجودة مثلا عندك مجلة فيها 300 فصل هو الفيدة في الكم ولا في النوعية نحن اليوم نحتاج إلى نصوص تكون واضحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ مباشرة ولضمان جودة القوانين تبقى للمعايير الدولية أكد متدخلون في الملتقى أهمية تأتيسي لسبل النفاذ إلى المعلومات وضمان وصولها إلى مختلف مكونات المجتمع نحب أن نختم على أهمية جمع المعلومات واستغلال المعلومات من أجل أكثر جودة في سياغة القانون نشوف لكل برلمانات الديمقراطية العصرية تخدم بالطريقة هذه وإحنا في تجربتنا مزلنا قاعدين نقدم كما أكد متدخلون أن جودة القوانين لا تكمن فقط في سياغة النص وإنما في تكريس شفافية النصوص وعرضها على المواطن قبل سنها وذلك عبر توسيع قاعدة النفاذ إلى المعلومة قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على قناة الإنسان قدرها خمسون ألف دينار وإيقاف برنامج خليك معنا لمدة ثلاثة أشهر وعدم إعادة بث حلقة الخامس من جنوبي الماضي من البرنامج المذكور وأسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وبينت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنها عاينت عدة خروقات خلال الحلقة إضافة إلى عودة القناة إلى عدم احترام كرامة الإنسان والتحريض على الكراهية وبث ما يدعو إلى الإقصاء ضد فئة من التونسيين وفق نص البلاغ وأكدت الهيكان مقدم البرنامج لم يتدخل للتصدي لمثل ذلك الخطاب وهو ما يتعرض مع مقتضيات أحكام كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة في شأن آخر عرض المشاركون في إعادة المشروع في إعداد المشروع الإصلاحي للمنظومة الصحية خلال ملتقى صحفي التأم صباح اليوم عرضوا أبرز المحاور التي تضمنتها المرحلة الثانية لهذا المشروع يفتح الحوار المجتمعي الذي بلغ مرحلته الثانية المجال لسياغة مشروع سياسة وطنية للمنظومة الصحية بتونس حوار يهدف إلى حراز أكبر قدر ممكن من الاتفاق بين الأطراف المتدخلة في القطاع وإلزام يصحاب القرار بتنفيذها وذلك عبر المخططات الوطنية التي سيتوصل إليها المتحاورون نعمل فيها بصفة شيروكية مع الأطراف كيف ما قلت المجتمع الكل أنه كيفش يرأوا السياسة الصحية بش تكون مستقبلا على مدى طويل معنتها مش كل خمسة سنين بدلوا السياسة ولا كل ثلاثة سنين بش تكون حاجة من عند المواطن تخرج ومعنا بينسيغ الأسادة نتعطب معنا الجمعيات معنا الوزارات القرار وضع الصحي تاوى مش كما كان قبل تاوى نازم نخدم مع بعضنا الكل أحنا صغار معنا اللي يكبر منه بش نحسنوا الوضعية ذاية تنامي عديد الأمراض غير المنقولة وفق مؤشرات ذكرها المشرفون على الحوار المجتمعي في ملتقى صحفي عقد بكليت الطب تونس بأن أكثر من ستة ملايين مريض التحقوا بطب الاستعجال مقارنة بمليونين في عام اثنين والفين هذه المؤشرات من المحاور التي أدرجت ضمن المشروع لإصلاح منظومة الخدمات الصحية العمومية معناتها البروكسيميتي معناتها كيفاش المريض يوصل بأسهل طريقة إلى الطبيب ومش يوصل معناتها يعالش هذه كأهم شيء على خاطر هذه المشكلة المعضلة الكبيرة هي الخط الأول مستشفية الجهوية اللي هي زادة فيها معناتها برشة مشاكل زادة هذه يلزمها تتعسل المستشفية الجامعية هكتشوف انت شنوه الاقتضاد اللي صاير في الاستعجالي وكانت المرحلة الأولى للحوار المجتمعي التي تواجدت عملها بإصدار الكتاب الأبيض في 14-2000 وضعت تشخيصا شاملا للوضع الراهني لقطاع الصحة ورسم التوجهات الكبرى للإصلاح بدعوة من نظيره السويسري يؤدي وزير الشؤون الخارجية حميس أجهناوي اليوم وغدا زيارة رسمية إلى سويسرا وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية ويتندرج هذه الزيارة في إطالة دورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين ومتابعة نتائج زيارة الدولة التي أدها رئيس الجمهورية إلى بيرن من السادس عشر إلى ثامن عشر من فيفري الحالي والتي تركزت حول مزيد دعم وتطوير أوجه التعاون بين البلدين وإلى جانب عدد من اللقاءات التي سيجريها مع عدد من المسؤولين سيتم التطرق خلال هذه الزيارة إلى مواضيع إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك سيما الوضع في ليبيا الأخبار العربية والدولية نستهلها من العاصمة المصرية القاهرة حيث سقط عشرات القتلى والجرحة في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية نجم عن استدام قطار بأحد الأرصفة حسب الهيئة القومية لسكة حديد مصر أعمدة دخان متصاعدة وألسنة لهب تعاند رجال الإطفاء وآثار التفحم منتشرة في كل مكان هنا في المحطة الرئيسية للقطارات في القاهرة بعد نشوب حريق هائل صباح اليوم أودى بحياة أكثر من 28 شخصا وتسبب في إصابة العشرات بحروق متفاوتة الخطورة حسب ما أفد مصدر طبي أسباب اندلاع الحريق تعود حسب الهيئة القومية لسكة حديد مصر إلى استدامة أحد جرارات القطار بالرصيف عندما كان بصدد دخول المحطة متجاوزا سرعته العادية ما أسفر عن اشتعال النيران في بقية عربات القطار مؤكدة أن التحقيق متواصل للوقوف على الأسباب فيما نقلت وسائل أعلام مصرية عن شهود عيان أن دوي انفجار سمع عندما ارتطم القطار بحاجز حديدي في المحطة يرجح أن يكون في خزان البنزينة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صرح من مكان الحادث أن الحكومة المصرية لن تتسامح مع الأخطاء التي تدي بحياة الناس على حد تعبيره مؤكدا فتح تحقيق عاجل لتحديد المسئوليات وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تواصل جهدها لضبط سائق القطار الذي تبين هروبه من مكان الحادث هذا وتعرف مصر سنويا حوادث قطارات حصدت مئة الأرواح حسب ما تفيد تقارير أكدت أن سبب الرئيس هو الإهمال وفي مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال بسبب خصمها جزءا من المبلغ ما اعتبر ضغوطا جديدة على السلطة الفلسطينية بعد أسرارها على الاقتطاع من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها في تحدي واضح لها قالت السلطة الفلسطينية أنها رفضت استلام هذه الأموال من إسرائيل بسبب خصمها جزءا من المبلغ تقول السلطة الاحتلال أنه سيصرف على المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم وتعمل السلطة الاحتلال الإسرائيلي على تحصيل الضرائب على البضائع التي تدهل الأسواق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب ما يعرف باتفاق باريس الاقتصادي وقد اعتبر وزير المالية الفلسطيني شوكري بشار أن هذا الاقتطاع سيؤثر على الخزينة العامة للسلطة للوفاء بالتزاماتها بعد تلميحات بأن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة في شهر فيفري الجاري وفي قراءة للمتابعين للشأن الفلسطيني فإنما وصف بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشحب الفلسطيني إضافة إلى تقليص إدارة ترامب لمئة الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين إنما هو سعي واضح للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات وبالتوازي مع ممارسة الضغط المالي على السلطة الفلسطينية شنت سلطة الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس طالت محافظة مدينة القدس وأكثر من 23 آخرين من المقدسيين على خلفية التوتر في المسجد الأقصى وفق الرواية الإسرائيلية أصدرت روسيا وسوريا بيانا مشتركا اليوم يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل واستماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرق سوريا وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والسورية جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمنة رفض الرئيس الإيراني حسن روحان استقالة وزير الخارجية محمد جواد ضريف قائلا إنها تتنافى مع مصالح الجمهورية الإسلامية واصفا ضريف بالأمين والشجاع ويعتبر رفض الرئيس الإيراني لاستقالة وزير خارجيته وقوفا إلى جانب حليف معتدل استهدفه المحافظون طويلا في صراعات داخلية بسبب الاتفاق النووي الذي أبرم مع الغرب عام 2015 فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي متقدما بفارق شاسع على منافسه عتيقو أبو بكر الذي أعلن رفضه نتيجة الانتخابات وقرر الطعن فيها أمام القضاء هكذا كانت الأجواء احتفالية في العاصمة النيجيرية أبوجا الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من إعلان مفوضية الانتخابات في نيجيريا فوز الرئيس الحالي محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في انتخابات الرئاسة التي جرت السبت الماضي متقدما بفارق شاسع نهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسه عتيقو أبو بكر المعارض نائب الرئيس السابق الذي تحصل على أحد عشر مليون صوت بخاري من حزب مؤتمر كل التقدمين حصل على خمسة عشر مليون ومائة وواحد وتسعين ألف صوت إعلان فوز الرئيس الحالي محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية جبهته المعارضة بالرفض فقد أعلن مرشح المعارضة نيجيرية المرشح الرئاسي المهزوم في هذا الاستحقاق الانتخابي عتيق أبو بكر اليوم أعلن أنه يرفض نتيجة الانتخابات وسيطعن فيها أمام القضاء مشيرا إلى أن ممارسات خاطئة ومدبرة وقعت في العديد من الولايات بما يضحظ النتائج المعلنة على حد قوله في أخبار الرياضة وضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق على الساعة الثانية ظهرا مبارة دفعة ثالثة من الجولة الثانية إياب إذ يلاقي الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي وينزل النادي السفاقس ضيفا على اتحاد تطوين كما يتطلع النجم الساحلي لوضع قدم في نهائي كأس زايد للأندي الأبطال عندما يستضيف اليوم بداية من السادسة مساء المريخ السوداني في ذهاب نصف النهائي وستشهد تشكيلة النجم غياب كل من عمار جمل وإيهاب لمساكني بسبب الإيقاف ويذكر أن لقاء الإياب سيدور يوم التاسع والعشرين من مارس المقبل بالخرطوم ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين الشاهد يشرف على تدشين مشروعين بكلفة تناهز ثلاثين مليون دينار بمراكب غدير القلة لإنتاج المياه الصالحة للشرب بتونس الكبرى المصدقة على مشروع قانونين يتعلقان بالمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكانية وإدماجها عشرات القتلى والجرحة في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية أجمل تحية قسم الأخبار إلى اللقاء